اشتركوا في القناة يبدأ من اليوم 30 الشهر 30 سبعة ولا غاية احنا منقول لا سبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لسبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون يوم السبت كمان يعني منعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر رح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اليوم الخميس لظهر يوم الجمعة القمر رح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر رح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي راح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا اربع خلوات مسار خلال هذا الاسبوع اول خلو المسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء باي عمل جديد او توقيع عقد او اعلان خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بالفترة هاي الا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار اما بالنسبة لخلو المسار فعنا اول خلو مسار راح يكون اللي هو انتقال القمر من القوس للجدي راح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو راح يكون في تمام الساعة اتناش وسبعة دقائق من اول دقائق من يوم الجمعة وحتى الساعة 11.58 دقيقة من يوم واحد ثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني راح يكون من الجدي للدلو راح يكون يوم اثنين ثمانية راح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا راح انبو العصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة بتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية راح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل راح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة واحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعديها او يشكل اول زوايا اله او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي راح تكون لأسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا ورح يكون في عدة انتقالات فلازم انه نذكرها اول زاوية هي راح تكون زاوية التقابل يوم واحد ثمانية راح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية راح تكون تقريبا ساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية راح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية راح تكون تربيع بين الشمس وورانوس وهي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بما انه حكينا عنها في الايام الماضية الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والامور الناس اللي فوقها دولا ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع اورانوس الثورات والانقلابات والاشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها اما بالنسبة للزاوية اللي راح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ولكن مش بقوة زاوية التربيع اللي راح تكون بين الشمس وورانوس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة راح تكون يوم اربعة ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل اي شيء اللي هو علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو اللي هو علاقة بالمال والعلاقة بالامور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي او احداث اقتصادية بالفترة هاي برضو راح تكون فيها نوع من انواع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا راح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل وشو تأثيراتها ولا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الاسبوعية ويجي حد يقول لك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا بنا نسمع برجنا بس لازم اني اذكرها لان هاي الها تأثيرات على الافراد برضو زوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية راح تكون هي مش زاوية هي حدث راح يكون انتقال العطارد الى برج الاسد من السرطان للأسد راح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اللي راح تنتقل لبرج السرطان في ساعة المساء يعني زي تبادل ادوار العطارد على الاسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات البيوت ايش راح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا بنذكر هاي عشان ما بنحكي توقعات شهرية ولكن لو اخدت اللي انا بدي احكيه الان هو مخطط يعني توقعات شهر اساسا لانه خلال الشهر هاي التأثيرات راح تكون مستمرة الا اذا في حال انتقل الكوكب كل اسبوع احنا بنذكر منعيدها ومنأكد عليها عشان تعرف ايش السلبيات وايش الايجابيات وانت مدعوم في ايش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لائلك شو برجك يعني وشو بتعني لك لائلك بشكل مبسط وراح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج السرطان طبعا اول شيء بدنا نحكي عنه اللي هو الشمس الشمس اللي موجود في البيت الثاني عندك ولكن انه اعطتك امل شوي ايام معينة اول ما دخلت على الاسد يعني دعمتك شوي اعطتك شوية بوادر لامل الها علاقة بالامور المالية او تحسين وضع مالي او نجد معيني او حل مسأل معيني او مساعد معيني ولكن انه بدأت من الاسبوع الماضي انها تشكل زوايا سلبية وخصوصا زاويتها مع اورانوس اللي تشكلت فهاي شوي عملة بعض المشاكل او المصاريف او الدفعات او القلق المالي او اشياء الها علاقة بالتهور في مساء المالية او مشتريات او التزامات او قلق رجعت لك القلق لا صعوبة الوضع المالي اما بالنسبة للزهرة اللي موجودة في بيتك اتناعش اللي رح تنتقل عندك وهذا اهم خبر رح يكون في انتقال الزهرة لعندك بعطيك طاقة كبيرة جدا 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 لدرجة انه كثير من موليد برج السرطان بالفترة هاي ممكن انهم يرتبتوا او يخطبوا او يحبوا يطوروا العلاقة لمرتبة الزواج وفي منهم رح يعيش لحظات جميلة جدا عاطفيا ونفسيا ومهنيا وووو الى ما لا نهاية من كمية الحضوض اللي رح تصير من وجود الزهرة عندكم طيب عطارد اللي موجود عندكم اللي كان يتراجع وكان ضاغطكم شوي اعطاكم دعم على المستوى النفسي ولكن الآن بدو ينتقل للبيت الثاني يعزز قوة الشمس ويعوض التناقض اللي صار من الشمس يعوضك يا عطارد بانه يفتح لك مجالات الها علاقة بعمل او الها علاقة بامور الها علاقة بالاموال او كيف تحصل على المال تنشط بمشاريع او افكار بكون عندك سرعة بديهة عالية لتتجاوز كثير من المسائل المالية او ادارة الوضع المالي او ايجاد حلول للصعوبات المالية اما بالنسبة للمريخ اللي موجود في بيتك العاشر فطبعا هو بدو يشكل الزاوية السلبية فعشان هيك بنقولك دير بالك من المريخ والمشتري لانهم بدون يشكلوا زاوية تربيع فعشان هيك بدك تدير بالك من امور الها علاقة بالعمل او مكان العمل او زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل وحاول انك ما تشوهش سمعتك ما تجازفش وما تغامرش بعلاقاتك ومعارفك لانه ممكن تتعرض لبعض المشاكل اللي تهدد سمعتك وممكن حتى اللي بيشتغله تهدده في مكان عمله فبدكوا تكونوا حذرين اما بالنسبة للكواكب اللي موجودة في برج الجدي اللي هي المشتري اللي بتراجع بلوتو زحل وبما انه زاوية التربيع بلشت مراحلها يعني بداية المريخ مع المشتري ولسه بده يعملها مع زحل ومع بلوتو لانه في نفس البرج فبدكوا تكونوا حذرين على مستوى الشراكي قدر الامكان صحيح انه الزهرة بتدعمك على المستوى العاطفي ولكن هذا بيت المتزوجون او بيت المرتبطون ماليا بشراكة مالية او بشراكة زواج فعشان هيك بتكونوا حذرين لانه الفترة هاي بتحمل تقلبات مفاجآت احداث اكشن زيادة عن اللزوم لدرجة انه ممكن تصير خلافات تصل لمرحلة الطلاق بشكل مفاجئ وعنيف جدا ما بين المتزوجين وخصوصا اللي علاقتهم هشة وضعيفة فبدكوا تكونوا حذرين من النقاط هاي وتكونوا يعني على قدر معين من المسؤولين كتديروا حياتكو بطريقة صح بدون مدفاقهم الامور اما بالنسبة لنبتون نبتون الموجود في البيت التاسع طبعا بيعزز بعض النقاط اللي لها علاقة بالسفر او الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد ولكن بحمل لانه بتراجع بجردك من الحضوض فعشان هيك بيحط بدالها الخوف والتوتر والقلق من بعض المسال اللي لها علاقة بالامتحانات او المقابلات او الدراسة او السفر او مساء اللي لها علاقة باشخاص خارج البلاد او الاجانب او الاوراق القانونية او المعاملات اما بالنسبة لأورانوس اللي في بيتك 11 فبما انه برضو رح يشكل زاوي ورح تكون مع الشمس عنيفة فعشان هيك بتكونوا تديروا بالكو على علاقاتكم على اصدقائكم من خلافات لانه ممكن تنتهي علاقة ما بينك وبين صديق بشكل مفاجئ وتكبر الخلاف بشكل مفاجئ وممكن تلغي مناسبة او تلغي حدث معين بشكل مفاجئ خلينا نشوف التوقعات الاسبوعية ايش بتحكيه طبعا من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر موجود بالقوس حاولوا وهذا البيت السادس لا لكم طبعا انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظما واحسن ادارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عمل حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالجدي حتى مساء يوم الاحد بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة فترة مناسبة للقيام بعمل مشترك ولكن الاجواء بتكون متوترة لان القمر موجود مقابلك مباشرة بعطيك ايجابيات ولكن بعطيك سلبيات فبعطيك شوي التوتر اهمش انك بدك تركز بشكل جيد وما ترتجل الاجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة هدئ من روعك وما تنفعل من مساء يوم الاحد بيكون القمر موجود في الدلو حتى صباح يوم الاربعاء بتعيد تنظيم اموركم المالي المشترك والفرصة بتكون متاحة لمكسب مصدر شراكي او تعويض او قرض ادخل تعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح للتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ او لتكرار محاولة سابقة كانت فاشلة ممكن تكررها مرة ثانية وتزبط من صباح يوم الاربعاء بيكون القمر في الحوت حتى ظهر يوم الجمعة بتنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مصدر شراكي او تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات بتخد تجربة مطمنة او جديدة تتلقى جوانب ايجابية او بتفرح بموضوع العلاقة بسفر او عقد ناجح ممكن تصادف دعم وتشجيع اهم اشي انك ما تقف متفرج من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر صار بالحمل اه وبيستمر للايام التي تليها فعشان هيك بتظل الفرصة متاحة لاللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في اثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على انجازاته القائمة برر كلامك ووضح ووضحه بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارية او اتصال باحدهم بتكون الظروف داعمة لا افكارك وممكن تهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل وما تترك انطباعات سلبية علن عنك انت هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء